اهلا وسهلا بكم في فرنش اكاديمي مع فيديو جديد من فيديوهات تعلم اللغة الفرنسية في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن يعني صفات الاشارة صفات الاشارة طبعا علشان هي صفات بتسبق الاسماء وبنستخدمها في الاشارة الى شخص او الى شيء يعني ممكن تيجي قبل اسم عاقل وممكن تيجي قبل اسم غير عاقل وصفات الاشارة لزاد جيكتيف ده مصد خطيف اربع صفات سو وسات وسات وسي سو بتسبق الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن زي مثلا سوشيا هذا الكلب او سوستيلو هذا القلم لكن بقى الاسم المفرد المذكر لو هو هيكون مبدوء بحرف متحرك او حرف اش مياه يبقى هنستخدم قبل ايه صفة الاشارة ست زي مثلا ستان سكت هذه الحشرة او ستوم هذا الرجل يبقى صفة الاشارة سو وصفة الاشارة سات دول الاسماء المفرد المذكر سو بتيجي قبل الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن وسات بتيجي قبل الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف متحرك او حرف اش مياه لكن صفة الاشارة ست فهي صفة الاشارة لاي اسم مفرد مؤنس سواء بقى بادئ بمتحرك او بادئ بساكن زي مثلا ستابل هذه المنددة او ست فاش هذه البقرة وصفة الاشارة سي فهي بتسبق اي اسم جمع سواء جمع مذكر او جمع مؤنس بادئ بمتحرك او بادئ بساكن زي مثلا سي ليفغ هذه الكتب او سي زان سكت هذه الحشرات او سي لينات هذه النضارة يبقى صفات الاشارة هما سو ست ست سي في بقى ثلاث ملحوظات نخلي بالنا منهم اول ملحوظة ان سو بتستخدم كضمير اشارة لو جب عديها يعني سو لو هي صفة اشارة هيجي بعديها اسم مفرد مذكر لكن لو هي ضمير اشارة يبقى هيجي بعديها وفيغ باتخ هيكون يا اما متصرف مع المفرد الغائب يا اما مع الجمع الغائب يعني هقول س انه يكون او سو سون انهم يكونون هقول مسلا ست ان جارسون انه يكون ولد او سو سون دي جارسون انهم يكونوا اولاد ونلاحز النسو سواء في المفرد او في الجمع متغيرتش ولكن طبعا شلنا ال او حطينا ابوستخوف علشان ايه بدأ بحرف متحرك الملحوظة التانية ان ضمير الاشارة السا لما بيكون موجود في الجملة الفعل بيتصرف معاه زي تصريفه مع المفرد الغائب يعني مسلا ممكن اسأل بي عن السعر واقول ده بكام او ده بيساوي كام الفعل اللي في الجملة هو لو نلاحز هنلاقيه متصرف مع المفرد الغائب لو انا هجاوب على السؤال ده هقول ده بيساوي خمسة يورو برضو الفعل ما تصرف زي تصريفه مع ايل تالت ملحوظة بقى ان الاسماء اللي هي ليها شكل واحد في المذكر زي في المؤنس علشان نختار صفة الاشارة لازم نبص على باقي الجملة علشان نعرف المقصود هنا مذكر ولا مؤنس يعني مسلا في الجملتين اللي قدامنا دول عايزين نختار صفة اشارة عندي في الجملة الاولى وفي الجملة التانية يعني تلميذ او تلميذة وده اسم ينفع مذكر ومؤنس علشان نختار بقى صفة الاشارة لازم اعرف الاول الاسم المقصود هنا مذكر ولا مؤنس وعشان نعرف يبقى لازم هابص على الجملة كلها الجملة الاولى فيها الصفة يعني زكي ودي صفة بتصف اسم مفرد مذكر يبقى الاف في الجملة الاولى هي اسم مفرد مذكر صفة الاشارة للاسم المفرد المذكر هي ولكن نخلي بالنا ان هنا كلمة الاف بدأ بحرف متحرك يبقى هنختار هذا تلميذ زكي في الجملة التانية بقى الصفة اللي موجودة هي كلمة ودي صفة للمفرد المؤنس يبقى الاف هنا معناها تلميذة يبقى هنختار صفة الاشارة للمفرد المؤنس سات سات الاف ايت انتليجنت دي كانت اخر ملحوظة واخر جزء في الفيديو اتمنى تكونوا استفدتوا منه وان شاء الله نتقابل تاني في فيديو جديد مرسي au revoir شكرا